موسيقى ها نحن نلتقي مجدداً عزائي المشاهدين في حلقةٍ جديدة من برنامجكم بالمكشوف سأتحدث في هذه الحلقة عن ملازم الفتنة والخراب تعتبر الملازم المرجع النظري لعصابة الحوثي الإجرامية ويجد المرء صعوبةً في تعريف كلمة الملازم التي هي جمع لمفردة ملزمة فما هي إذن الملزمة؟ أعزائي المشاهدين أعتذروا بدايةً للمشاهد العربي الذي لا يعرف المقصود بالملازم ولا يدري ما هي هذه الملازم التي سأتحدث عنها في هذه الحلقة وسأحاول بيان ذلك راجياً أن يحالفني الحظ في ذلك فأوفق أولاً لتعريف المشاهد بما هي الملزمة والملازم وثانياً لكشف ما أثارته من فتنةٍ وخراب والملازم هي مجموعة أحاديث المقبور حسين بدردين الحوثي التي تم تسجيلها في الفترة التي نشط فيها هذا المتمرد ليشكل عصابة مسلحة انتسبت إلى لقبه واتسمت به وأصبحت تمارس التمرد وتمارس الإجرام بمرجعية تلك الأحاديث التي قام بعض أتباع المتمرد بعمل نسخ ورقية من الشرائط التي سجل بها المقبور أحاديثه وأصبحت توزع على أعضاء عصابته وتشكل قادة مادة لتثقيفهم بشكل فردي وجماعي لا اختلاف ولا جدال حول خطورة الأفكار التي تضمنتها أحاديث حسين بدردين الحوثي فعلى هد تلك الأحاديث تشكلت عصابة تعد من أخطر العصابات التي هدمت السلم المجتمعي في اليمن وقادته إلى الاقتتال والاحتراب وتكمن خطورة ملازم المقبور حسين بدردين الحوثي في قدرته على التدليس والتلبيس وبراعته في الخداع والتضليل وهي قدرة وبراعة في استغلال الجهل وبثي حاديثه في الخفاء بعيدا عن مجتمع النخاب المثقفة وأعين الرأي العام لقد كانت تلك الأحاديث شبه سرية تلقى على عدد محدود من أتباع الزيدية وعلى تجمعات مغلقة يتم تداولها في دوائر ضيقة لذلك لم تحظى بالنقاش العام ولم يأبه لها أحد من الخاصة أو العامة وتم صناعة هالة حولها من أتباع الحوثي ومشايخ الزيدية عن غفلة من بعضهم وقصد من الآخرين تقوم أحاديث الحوثي التي أصبحت ملازمة فيما بعد على فكرة التدليس والخداع التدليس باسم الإسلام والخداع باسم مقاومة إسرائيل لذلك نجد من بين الملازم ملزمة يسميها الحوثي الصرخة في وجه المستكبرين ربما تختصر صرخة الحوثي كل ما في الملازم المتداولة من عصابته للتوعية والتثقيف فهي تدل على الخداع باستخدام اسم الله ومعادات أمريكا وإسرائيل والدخول من هذا المدخل الخادع إلى كل ما هو فتنة وخراب أما الفتنة أعزائي المشاهدين فكانت في زعم الحوثي أنه بهذه الصرخة تمثل الدين الحق والإسلام الصحيح الذي يجاهد المؤمنين به الظلم والغزع ويقيمون الحق ويسيرون على صراطه المستقيم وهذا الزعم أراد به إثارة الفتنة بالمجتمع بالدعائه أنه المصطفى من بين اليمنيين لقامة حكم الله ودولة الإسلام التي هي دولته وحكمه أو ما يسميه الولاية ويقصد به ولاية الآل هذه الدعوة السلالية البغيظة شرعنت للحوثي تشكيل عصابة مسلحة بخدعة محاربة إسرائيل ابتداء بقيام دولة الحوثي في اليمن لذلك شن الخراب على الدولة اليمنية وعلى مجتمعها لإقامة تخاريفه عن إمامة الآل أي عن إمامة الحوثي نفسه وتأججت نيران الفتنة الحوثية بالتخاريفة السلالية التي قسمت اليمنين إلى سادة ورعاء زعم أنما لهم الحق في ولاية الحكم من الله وأن الله تعالى الله عما يقول علوا كبيرا قد أوصى لهم بهذا مستخدما مهارته في تحريف كلام الله عن مواضعه ومن بعد مواضعه أما الخراب أعزائي المشاهدين والذي خرج من ملازم الحوثي فظاهر للعيان في الاقتتال الذي فرضته العصابة الإجرامية على شعبنا منذ العام 2004 وحتى يومنا هذا وفي الحروب التي استدعتها هذه العصابة من الخارج وفتحت بها على اليمن بابا لا يستطيع أحد إغلاقه لا اليوم ولا في الغد القريب وهكذا لم تحارب عصابة الحوثي أحدا سوى اليمنيين ولم تخرب ديار أحدا سوى ديار وعمران اليمن ولم تنتصر لأحد سوى لتخاريف الولاية وأوهام الإمامة ومع ذلك تواصل هذه العصابة دوامة الفتنة والخراب ونشر الملازم والظلال وحينما يقف العقلاء من داخل هذه السلالة التي تدعي هاشميتها وأنها تعلو علوا كبيرا على بقية اليمنين حينما يقف البعض أمام عقولهم ويبدأون في إحصاء وعد عدد القتلى من أبنائهم وشبابهم ويسألون أنفسهم لماذا قتل هؤلاء الشباب هل قتلوا من أجل هذه الولاية الموهومة ولاية حسين بدر الدين ومن بعده عبد الملك الحوثي لماذا يذهبون إلى الجبهات حاملين سلاحهم في حين أن عبد الملك الحوثي يختبئ كالجرد في جحر تحت الأرض أعتقد أن تشغيل العقول ووضع مثل هذه الأسئلة ستجعل مثل هؤلاء الناس يبدأون في منع أبنائهم من الذهاب إلى الجبهات والذهاب كذلك إلى الموت لأن هؤلاء الأبناء وهؤلاء الشباب يفترض أن يذهبون إلى المدارس وإلى الجامعات والمستقبل ينتظرهم واليمن تنتظر منهم أن يكونوا علماء وأن يكونوا بناتا لا قتل ولا متعصبون ولا حمل للكراهية والبغض والحق أن المرأة لا يعجب كيف أن هذه الملازم الأقرب إلى الهديان قد فعلت بناء الأفاعيل وجرعت شعبنا كل ويل ومرارة أو كيف تمكن الحوثي بهذا الهديان من تشكيل عصابة مسلحة بهذه الفضاعة والبشاعة من الإجراء والحق أيضا أني تعجبت كثيرا لهذا واحترت في أمره حتى أهتديت مؤخرا إلى بيان عظيم بيان قرآني مبين عن هذا الدجال الحوثي وعن أمتاله في كل العصور الذين يخدعون الناس باسم الدين ويمارسون بالخداع والأكاذيب يقول تعالى في الآية 79 من سورة البقرة فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون والحوثي وعصابته كتبوا بأيديهم أن الولاية حق للسلالة ثم زعموا أن هذا من عند الله ليشتروا به الحكمة والسلطانة لأنفسهم دون الشعب ولذلك لم يجروا على أنفسهم وعلى شعبهم سوى الويل والخسران وفي الآية 78 من سورة آل عمران يقول الحق سبحانه وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون وهذا ما هو واضح وجلي في خطاب وممارسة عصابة الحوثي الإجرامية فهم يسمون أنفسهم مسيرة قرآنية ويلقبون أكابر مجرميهم بألقاب الزور مثل قولهم هذا قرآن ناطق وذلك قرين القرآن وذاك قرآن يمشي على الأرض وغيرها من الألقاب التي يقولونها كذبا وعن علم وخداع إذ لا عجب ولا غرابة في نجاح المجرمين ورهط الفساد في الخداع باسم الدين وخاصة حين لا يجدون من يناقش ضلالتهم ويفضح أكاذبهم ويكشف ما يزخرفونه من التضليل والخداع لم يجد الحوثي من يسأله هل أحيى الإمام علي وابنه الحسين ما تسميه أنت يوم الولاية والوحي وهل احتفل بعيد الغدير لن يجيب الحوثي ولا أحد من قادة عصابته الإجرامية فكل هذا مما يعلمونه ويعلمون كذبه ويتخذونه للخداع والتضليل وها هي عصابة الحوثي اليوم تتقهقر في محافظة الحديدة وفي الساحل كما تقهقرت بالأمس في البيضاء وفي شبوى وفي عدن وفي مناطق عديدة وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة بل إن هذه الملازم تحترق اليوم في محافظة الحديدة وسوف تلاحق هذه العصابة وسيلاحق قادتها إلى جحورهم ولن يقاتلهم البشر فحسب وإنما سيقاتلهم الشجر والحجار نتيجة لما ارتكبوه من ظلم ومن فضاعات لم ترتكبها أي عصابة في التاريخ فهذه العصابة لا مثيل لها حقيقة فقد جمعت من كل عصابات التاريخ التي مرت على البشرية أخذت من كل هذه العصابات ما هو أفضع وأقسى وعملته بالشعب اليمني وعملته كذلك في من يتبعها من هذه السلالة وعملت على تضليل والتغرير بكثير من شباب هذه السلالة وذهبت بهم إلى محرقة المعركة وقتل منهم الكثيرون ولكن حقيقة الذين قتلوا من أسر معلومة وأسر معدودة ليست كل الأسر التي تزعم أنها هاشمية قدمت من القتل والضحايا المغرر بهم لأن هذه العصابة في الأساس أرادت أن تتخلص من بعض الأسر فقتلت شبابها ولم يبقى في هذه الأسر إلا الكهول وكبار السن لأنها تدرك أن هذا الشباب سيكون في المستقبل سدا منيعا أمام هذه العصابة حينما تبدأ في اقتسام الحكم لذلك تخلصت من هؤلاء الشباب حتى تزعم وتعتقد أنها ستحكم إلى ما لا نهاية هي لا تسلم بأنها سوف تهزم هزيمة قاسية وبأنها ستلفظ أنفاسها في القريب العاجل هي تعتقد أنها ستحكم نتيجة للعتها الذي يسيطر عليها تعتقد أنها ستحكم إلى ما لا نهاية وبالتالي سوف تقتسم الحكم مع بعض الأسر وبعض الأسر الأخرى ينبغي التخلص منها عن طريق التخلص من أبنائها ومن شبابها حتى لا يقاسمونهم الحكم والسلطان وحينما تحاول هذه الأسر اليوم أن تستعيد عقلها لبعض الوقت وتبدأ تعمل فرز وإحصاء لعدد القتلاء الذين قتلوا من الشباب من أسر معروفة ستجدوا أن المئات من هؤلاء الشباب قد قضوا نحبهم وهم في زهرة شبابهم كان يفترض بهم أن يكونوا أداة إعمار وأداة بناء وأداة حب وسلام وليس أداة خراب ودم ليس في الملازم فكر ولا فقه وليس فيها أدب ولا علم ولا تصل حتى أن تكون كتابا له اسم وعنوان فهي أولا وأخيرا كما عرفها الناس وستبقى كذلك ملازم حسين الحوثي نريد فكرا ينير لنا طريق المدنية والعمران نريد علما نبني برجاله الأوطان نريد خروجا آمنا من ظلمات الجهل والتخلف نريد سلاما لأنفسنا والأجيال من بعدنا نريد إنقاذ أنفسنا من ويلات الفتنة والخراب وملازم وعصابة الحوثي ألقاكم في حلقة قادمة أستودعكم الله إلى اللقاء